موسيقى يسعد أوقاتكم اليوم نحن من قلب مدينة نابلس ولما نحكي عن مدينة نابلس نحكي عن أهم العادات والتقاليد اللي موجودة فيها وبتميزها عن باقي المدن والقرى الفلسطينية وللحديث أكثر عن هاي العادات اللي موجودة فيها رح نحكي مع الحاج أنور النابلسي سعد أوقاتك شاء أخبارك عمو لما نحكي عن العادات والتقاليد اللي موجودة في نابلس بجزية مختلفة عن كل القرى والمدن اللي موجودة أهم هاي العادات وإش العادات اللي بتميزها أول شي في عنا إشي اسمه الاستقبال الاستقبال هو عبارة عن سيدة بتجمع حبايبها وجيرانها وصحاباتها عندها في البيت هاي عادة كانت كل أول شهر تكون في بيت من اللي بيوت طبعا قبل ما ييجوا الناس عندها بتحضر البيت بتردب البيت بتحضر الأراقيل للتمباك العجمي وبتحضر اللي بدها تضيفهم وكمان إذا فيه عود عود بيعملوا لما هادي ليش الاستقبال اسمه هادي على أساس بيسمعوا كل أخبار البلد وشو صار في البلد فبتكون زي الإزاعة بالنتجة كل واحدة بتحكي الأخبار اللي هي حاملتها اللي هي حاملتها وبتداولوها بعدي تب وكمان منحكي عن الصابون النابلسية ومنحكي عن القطع الأثرية اللي بحبوها أهل نابلس مثل نحاس وغيرها من التحف اللي ربما أهل نابلس عندهم حب في تجميعها أكتر من غيرهم من القرى آه كانوا يتباهوا في هذا الحكيم يتباهوا يعني بحبوا الحفر الخشب المحفور بحبوا نحاس آه لأنه بيستعملوا الأدوات الحاسية للطبيخ للضيابة بقدموا فيه يعني أكتر مما يستعملوا تصيني والشغلات الثانية آه أعمار القطع اللي موجودة عندك بتراوح أدي تقريبا فيه قطع قديمة جدا منهم قطع فوق المية ومية وخمسين سنة عندي موجود آه وأشكالي كتير يعني يعني هديك هادي قطعة ومعصرة هادي خراجة الورد والزهر هادي ممكن فوق المية وخمسين سنة عمر ولما منحكي كمان عن عادات الإفطار برمضان وأنه بيأكل الحلو قبل شهر الرمضان هو الشهر الكريم نابلس كانت تستقبله دائما غير صحيح وما زالت نابلس من المدن اللي بتحتفل بالشهر الكريم أكتر وممكن أجمل الاحتفالات من غيرها من باقي المدن من أول صحيح من أول صحيح وبيختلف عن اللون هلأ مائدة رمضان أساسها صحن الشوربة وصحن الحمص هذول أساسيات والحلويات اللي هو قطايا أو كنافة فيتناولوا أو ياكلوا الحلو قبل الأكل لأنه بفتح النفس طب وصحن الدوار اللي موجود كان بنابلس اللي انتقل من جارة لجارة من بيت لبيت عنا عادة أنه مثلا أنا اللي نفرض أو غيري عمل أكلة عمل لخنة خضر لازم يدوّق جارة لازم يبعث لجارة ببعث لجارة جارة لما باخد الصحن ما برجعه فاضي برجعه فيه أشياء تانية والهلأ موجودة هاي العادة لا قليلة قليل نادر طب عادات الأعراس زمان في عند أهل نابلس بجوز مش كل بيعرفها عادات الأعراس اللي كانت قديمة وعادة العروس اللي بتحط العجينة على الباب ليش بتحط العجينة ونحكي عن العادات بشكل عام بالعروس يعني هي استبشار يعني لما بتحط العجينة وراء خضراء فيها استبشار بالخير نهاية تباتي جديد بس عادة العروس مش زي اليوم من أول كانت لما تجوز الوحدة تاني يوم بروحوا أهلها عندها الصباح كانوا يبعثوا لها حلويات صدورة نواشف عليهم هالورد يبعثوا لها لا أهل العريس لما بوصلهم هادا مش هن بس اللي باكلوا بوزعوا على الجيران وعى الحبايب منها آه هادي كله راح تبال وصلت راح يبقول لكم أحبة أهل نابلس طيبين صحيح وبحبوا بعض وبخدموا بعض آه بس اليوم اختلف الميزان يعني زي ما بقولوها وخفت العادات من العادات اللي بيستغربوا منها باقي الوضن والقرى اللي هي عادة الدلايل الدلايل بيستغربوا فكرة انه توزيع الحلو على روح الميت في اليوم الثالث من العزة فنحكي عن هاي العادة قداش هي قديمة وليش فعلا بتم توزيع الحلو آه ثالث يوم العزة آه بنتهي العزة آه قبل ما ينتهي عند العصر أو بعد العصر آه بيجيبوا اشي اسمه الحلويات اللي كنافة آه بيقرأوا الختمة وبقدموا الحلو هذا يعني استبشارا انه خف الحزن آه يعني هي لكسر الحزن لا كسر الحزن عن العائلة آه مشاركتهم وكسر الحزن هذا كلهم آه فشغلة الدلايل يعني ممتازة بس عنا احنا مثلا شغلة شعبانية آه بالضبط جاي احكي عنها آه شعبان لما بيجي شعبان شوف قوة صلة الرحم واللمة واللمة لما بيجي شعبان يا الأب يا الأخ يا العم يا الخال بيجمع أرحامهم وزريتهم مهما كان عددهم آه هدول بيضيفوا عنده في البيت تلاتة أيام كانت تلاتة أيام كاملين تلاتة أيام ميكلين شاربين نايمين تلاتة أيام بتشعبن الحرملة نفرت عن دار أهلها ومجموعتها مهما كان العدد طب كمان على العيد نحكي من اللي كانوا يتزاوروا أكتر كانت العلاقات موسعة شوي أكتر هلأ بجو صارت محدودة فقط على العم والخال زمان نحكي عن أيام العيد كيف كانوا يستقبلوه يمشي مع أولاد العمومة ومع أولاد الخوال ومعهم كل هون الرجال كل هون يطلعوا يزوروا الست أو بناتها أو كذا يزوروا ويعيدوا عليهم وفي عادة موجودة عند أهل نابلس اللي هي زيارة القبور في أول يوم بأيام العيد من صلي الصباح ما زالت موجودة موجودة من صلي ومنطلع من نزور القبور منعيد عليهم منرجع على البيوت منفطر ومن بعدها منقول يا الله من روح لطلعة الرحم أيام زمان أحلى بكتير بما اليوم مر طب حزي أعطيك ألف عافية الله عافية بسطنا معك كتير الله يرضى عليك بحكاتك الحلوين والأجواء القديمة فائلة اللي عايشنا فيها مقدمين ونتمنى إن شاء الله طولة العمر إليكم الله يرضى عليك الله يرضى عليك ألف عافية شكرا إليك تسلموا وبهيك منكن وصلنا لختم فقرتنا لليوم نلقاكم في الفقر القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة